هذا مو منطق اللي يتعاملونه في منطق الحصص انت إلك هاي الحصة وأني إلي هاي الحصة وإذا تذكر السيدة عاليا صيف عضو دولة القانون قالت قالت الإطارة موزع المحافظات قبل الانتخابات الآن محافظ بغداد من من دولة القانون اشوف نتائج محافظ بغداد نتائج محافظ بغداد هزيلة في بغداد بمعنى إنه الشخص اللي تم اختياره لإدارة محافظة مهمة مثل بغداد غير مؤهل لإدارته ولم يحظى بثقة الناس ولم يحظى بمقبوليتهم وصال لأربع سنين محافظوا كل شي ما قدر يحقق بينما محافظين في محافظات أخرى استطاعوا يضعون لمساتهم على محافظاتهم ذول الناس ما يفكرون بمصلحة الناس ذول الناس يفكرون بمصلحتهم ووجودهم في السلطة فقط بالنسبة للمحافظين اللي فازوا أنا يدعو الناس إلى أنه ما يطهم شك على بياض لأن هذا المحافظ صحيح قدم خدمات بس مقابل الخدمات حصل امتيازات محمد جميل مياحي كان عضب تيار الحكمة منصار محافظ جاب قائمة حصل قائمة حصل بها ست مقاعد ونافس قوة كبرى والناس اضطتها أصواته وصار لإسم أسعد العيداني في انتخابات 2010 كان خاسر اشترك بانتخابات 2013 فاز اليوم بعد هاي الفترة منتولى منصب المحافظ بمعنى أنه أقول للناس المحافظين حتى وإن قدموا خدمات فهذه الخدمات واجبهم القانوني لننطيهم شك على بياض القضية تتعلق بهل سيقبلون أو لا طبعا ما يقبلون لقضيتين الأولى أنه هذا المحافظ وإن جاء عن طريق القوة التقليدية سابقا لكنه خرج عن أمر القائد أو الزعيم في ذلك الحزب يعني هذا بعد ما يأتمر بأوامر مثلا محمد جميل ما يعني ما يأتمر بأوامر عمار الحكيم بعد طلع عن عباة عمار الحكيم ونفس الخطابي محافظ كربلا وإن كان علاقته متميزة مع دولة القانون لكن بعد الآن ما يلتزم بأوامر المالكي ممثل غير من الممثل محافظ بغداد مثلا المالكي يستطيع أن يأمر مثلا ما يقدر بعد طلع عن إطارك ومحافظ كربلا لو لا وجود العتبتين أنا هم أقول لك كان هذا هسا أيضا محل يعني نقاش هم يبقى الخطابي بس هم خايفين من وجود ممثلية المرجعية هناك ما يريد يتحارشون أما أسعد العيداني فأسعد العيداني تدري أنت من صارت أزمة عادر عبد المهدي يقدم كرئيس وزراء بديل عن طريق الإطار قدموا بشكل رسمي لبرهم صالح لكن برهم صالح كان رافض تسميته كرئيس الوزراء مكلس بمعنى أنه صحيح ذو لأجوا من إطارهم من هاي البيئة لكنه الآن ما عادوا يأتمرون بأوامر زعمائهم هذا هل يعتبر تحول سياسي تحول شعبي تحول جماهيري هذا أريد ثبت هاي النقطة ماذا يعني هل نحدو بحاجة إلى تعزيز مثل هكذا أشياء قد حصلت في هذه الانتخابات مثل ما حصلت مع الثلاثة هم يجب أن نتعامل معها قال لك دكتور آياد قال لك دكتور آياد وانا اتفقوا يا الناس دور على المنجز المحافظ شغلة خدمي المحافظ شغلة يبلط شوالع يبن المدارس يسوي منشعات مياه نظيفة هذا شغل المحافظ ذؤل المحافظين من حقق نسب نجاح بوجودهم الناس قالت يا با هذا المحافظ قاعد يشتغل خليه يستمر لكن الآخرين ما يفكرون بهذه العقيدة إلا هؤلاء هؤلاء ينتظرون قدرهم ما يبقوا وعيونك ما يبقوا ما يبقوا لقضيتين الأولى لأنه خرج عن إطار الزعيم والثانية لأن في داخل كل منظومة حزبية أكو شخصيات مؤثرة لكن فاشلة شخصيات مؤثرة لكن فاشلة هذه الشخصيات ما تقبل بأي نسب نجاح عد الآخرين لأن هذا تهديد لوجودهم زيان القوى السياسية مات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر